السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة كنزة أليمانيا في سلسلة في المطبخ الصغير في شهر رمضان الكريم انقل للجميع صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحوركم وجبت لكم اليوم فيديو جديد عبارة عن قنبلة طاقوية كارتة 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 الفيديو نتعاليوم بصراحة درتو بعد ما صرالي مشكل في هات الصيام هذا رمضان ما قدرت نصوم بسبب بصراحة يعني بسبب انقطاع الشهية عندي وما رانيش نقدر ناكل رانينا كل غير يعني حاجة خفيفة خفيفة مثلا الشربة والحريرة فقط فنضريت ودخت وما قدرت نصوم وتصلت مع طبيبة تعيتي على التغذية وحكيت لها حكيت لها الاستوار قاتلي قابليني وحكي لي كيفاش سرات وحكيت لها واش سرات وكيفاش وكيفاش بللي هدا رمضان وما نش نقدر ناكل وما راش عندي الابيتي وعندي تاني كوتش حاطيني واحد لانتالين من ديره يعني مر على مرة مشي دايما ومرات نقرأ ويعني ما كانش هدا كل ما كانش هادي كلا بيتي للواحد ياكل آآ يعني وجبة متكاملة يعني مثلا واحد ياكل حريرة ولا شربة ولا ما يش وجبة متكاملة يعني قليلة شوية آآ من ناحية الفيتامينات ومن ناحية بزاف سوالح على هدي آآ طاطني طبيبة تعال التغذية تعي وحد الوحدة الوصفة آآ شابه بزاف معمرة طاقة بروتين فيتامين كالسيوم ماغنيزيوم بوتاسيوم يعني فيها كل شي فيها يعني الموفيد ما انا آآ ما ناكوش آآ ما نيش من اكلي آآ اللحوم ما رانيش ناكل اللحم آآ فبغيت نبارتاجي معكم هذا الوصفة اليوم الوصفة هي عبارة عن آآ شوفوا ما نعطيكم شالمقادير ديرو كي ما تبغونتوما انا نعطيكم آآ المكونات والمقادير على حسب انتوما وش عندكم ولا على لحسب انتوما وش بغي نديرو المكونات كاين التمر كاين اللوز كاين الجوز وكاين الزبدة آآ تكون حيوانية ولا تكون زبدة الفول السوداني وآآ لي بغي يدير القرفة طبعا لمعادلة آآ مستوى آآ السكر في الدم ركو تعارفوا اهمية القرفة ديروها للتنكي هو في نفس الوقت عندها يعني فايدة كبيرة جي بي اذا كالتمر واللوز والجوز التاعك تطحنهم كامل مع بعض مع الزبدة طبعا وتولي عبارة كالتولي عبارة عن عاجينة تديرهم كوريات وتفوتهم في السمسم اللي هو جلجلان كما تعرفوا جلجلان ره معمر بالكالسيون ناهيك عن المكسيرات هذي اللي داخلها في التمر وره معمرها كذلك بال يعني بالفيتامينات والبروتيين ولا وفيها يعني بزاف آآ معادن وبزاف فيتامينات هذ الكوريات انتع الطاقة فيها طاقة كبيرة جدا 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 تقدروا مثلا واحد ما عندهش لا بي تي ولا يقدر آآ ياكلها عند السحور ولا ياكلها في الصهرة ولا مش عارفنا يا معك سآتي ولا را هتعطيك منافع كبيرة 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 وما تنسوناش جام لا فيديو لكان عجبتكم آآ لا فيديو نتاع اليوم واعطوني رأيكم في التعليقات وجربوها وشوفوا لكان تساعدتكم ولا لا لو اكيد غادي تساعدكم واللي ما اشتركش في القناة نقول له اشتركوا عندي في القناة وصحاف طوركم والسلام عليكم اشتركوا في القناة وصحاف طوركم والسلام عليكم انشاء